جديد أحوال التخص مع نوال بالاخضر أهلا بك نوال صباح وكي سعيد أنت على المباشرة تفضلي صباح الخير صباح الخير لاميس صباح الخير لكل مشاهدين اللي رمي تابعوا فينا مرحبا بكم معنا إذن لاميس استمرار دائما الأجواء الحارة على معظم ولايات بلادنا الشمالية حتى على المناطق الجنوبية خاصة على المناطق الداخلية اليوم نشهد أجواء حارة نسبيا على المناطق الشرقية للوطن درجات الحرارة تبقى دائما فصلية على المناطق الغربية والوسطى بالنسبة للمناطق الجنوبية كذلك اليوم درجات الحرارة معدهم جد مرتفعة منقية الحق حتى 49 درجات سجلوها كأعلى مقياس على منطقة عينسة حتى على رقانتي ميمون وأدرار ومنطقة برج باجي مختار بالنسبة لحالة التقص اليوم مع العشية إن شاء الله ممكن تتشك الرعود على الهداب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس الأجواء على العمومة تكون مستقرة مع تشكر الصحب تكون كثيفة نوعا ما هذا على معظم المناطق الساحلية الغربية والوسطى حتى على المناطق الداخلية لكن تبقى دائما الأجواء حارة نسبيا على معظم المناطق الداخلية للوطن تتراوح درجات الحرارة اليوم إن شاء الله ما بين 30 و39 درجة على كامل ولايتنا الشمالية لكن نقدر نسجل حتى ربعة وربعين درجة على منطقة قسنتينة حتى على منطقة برج باجي مختار بالنسبة لحالة التقص التي توقعها خلال ليلة اليوم إن شاء الله الأجواء تتبقى دائما مستقرة وصافية على العموم هذا على معظم المناطق الشمالية للوطن بنسبة لحالة البحر نهر اليوم إن شاء الله البحر سيكون قليل الإطراب على كامل السواحل الغربية والوسطى حتى بالسواحل الشرقية للوطن بالنسبة للرياح ما تستعدى سرعتها أربعين كيلومتر في الساعة للسواحل الغربية وتقدر تلحق ثلاثين كيلومتر في الساعة للسواحل الوسطى والشرقية للوطن إذن هذا كل مكان لدي لحد الساعة عودة إلى كيلومتر جزيلا لكي نوال بالأخضر